تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم أعلنت الوزارة إجرائها أكثر من 71 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع وسهم ذلك في الكشف عن 275 حالة إصابة جديدة بالفيروس وجميعها حالات مستقرة وتخضع لرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة ما يزيد على 76 ألف حالة كما أهلنت الوزارة عن شفاء 94 حالة جديدة من أعراض المرض بعد تلقيها رعاية الصحية اللازمة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء قرابة 58 ألف وخمسمائة حالة كذلك تم الإعلان عن وفاة مصاب واحد من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 376 وفاة